مع استمرار مطالبات خريجي كليات المجموعة الطبية بالتعيين ومحدودية الدرجات الوظيفية التي طلبتها وزارة الصحة من وزارة المالية تكشف لجنة الصحة في مجلس النواب أن قانون التدرج الطبي المرقم 6 لسنة 2000 ما زال نافذا ما يجعل من حق هؤلاء الطلبة التعيين بغض النظر عن احتياج وزارة الصحة نحن أرسلنا كتاب إلى رئيس الوزراء لتعيين الجميع كون قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 نافذ وأن المواطنة والطالب لا يتحمل أخطاء الحكومة ومؤسسات الدولة كان من المهم جدا تعديل قانون التدرج قبل سنوات لأن الكل يعلم الآن أصبح هناك بطالة مقنعة وتراه الوظيفي ولكن في نفس الوقت تتحمل الحكومة نتيجة أخطائها خاصة فتح كليات أهلية بحجم كبير جدا إلى ذلك أكد متخصصون في الاقتصاد أن توفير الدرجات الوظيفية الحكومية هي من اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي الذي يجب أن يقوم بعملية حذف واستحداث الدرجات الوظيفية للمتقاعدين والمتوفين والتي يمكن أن توفر درجات وظيفية كثيرة إضافة إلى وجوب تفعيل أليات زج الخريجين في القطاع الخاص من خلال تعيينهم لغرض التدريب مجلس الخدمة الاتحادي معني بإيجاد نظام الحذف والاستحداث لغرض توظيف مثل هذه الفئات وبالتأكيد في حالة عدم وجود درجات وظيفية كافية لتشغيل هؤلاء بالإمكان زجهم في القطاع الخاص خلال هذه الفترة واعتبار خدمتهم في القطاع الخاص خدمة لاكتساب الخبرة من أجل منح ممارسة حق العمل في القطاع الخاص وتنص المادة الثالثة أولا من قانون تدرج الطبي المرقم 6 لسنة 2000 على أنه يعين ذو المهنة الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون من دون أي نص آخر يعارض ذلك أو يحدده بمدى حاجة الوزارة من عدمها أو يحصر التوظيف بأعداد معينة من الخريجين فتح الكليات الأهلية الطبية والزيادة الكبيرة بأعداد الخريجين جعل التوظيف في القطاع الصحي العراقي واجه أزمة حقيقية أزمة تظهر بمظاهرات الخريجين المطالبين بالتعين حيدر البدري يو تيفي بغداد